بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم سعيد أن أتواجد معكم عبر الصفحات الرسمية والموقع الرسمي للنادي الأهلي هي المرة الأولى بس كتير أن الواحد يسعد بوجوده في هذا المكان وأن يطل على جمهور الأهلي العظيم وأن يقدم ما أعتقد أنه في محط أنظار واهتمام كل الجمهور تقريبا وهو ما يخص قناة النادي الأهلي الحقيقة إحنا انتظرنا لبعض الوقت حتى ندرس المسألة على أرض الواقع ونشوف إيه اللي إحنا نقدر نعمله في الفترة القادمة خاصة في ظل تطلعات وتوقعات كبيرة جدا من اللي بينتظروا جمهور النادي الأهلي من القناة سواء في محتواها أو شكلها خاصة أنه كان فيه تجربة سابقة تحقق فيها كثير من النجاح والحقيقة أنه إحنا أكثر رغبة وأكثر حرصا وأكثر حماسا وإصرارا على أن تكون قناة الأهلي في أفضل صورة له هي تستحق وجمهور النادي الأهلي يستحق اتأخر بعض الشيء الإطلالة دي أن الواحد يطلع ويقدم عنده ويطمئن الجمهور الذي ينتظر الكثير ويتابع بشغف ما سيتحقق خلال الفترة القادمة والحقيقة أنه بعد الدراسة وبعد الخطط والاستراتيجيات اللي إحنا بنتمنى أنها تتحقق في القناة وجدنا أنه الصورة المثلة التي نريد أن نحققها أو التي نريد أن تصل إليها القناة ستحتاج لبعض الوقت لأنه إحنا سنطلق قناة جديدة تماما والإعلاميا ومهنيا هذه المسألة تحتاج إلى عمل كبير جدا ووقت طويل بعض الشيء عشان كده وجدنا أنه من الأنسب أن نقسم هذه المهمة إلى عدة مراحل المرحلة الأولى هتبدأ خلال أيام قليلة جدا هي التي بنقدم فيها البرامج الأساسية اللي فيه مقدمتها الأستوديو التحليلي وبرنامج توك شو مسائي وأيضا عودة إلى برنامج الميديا من جديد باسم آخر بجانب برنامج صباحي سيتأخر بعض الشيء ولكنه سيكون إطلالة جديدة على هذه المساحة الزمنية من اليوم وهي بداية اليوم الحقيقة للأستوديو التحليلي وفق ظروف الحقوق التي حصلت عليها القناة وهي المباريات متأخرة مدة تسعين دقيقة للأستوديو التحليلي سيقوده الكابتن سيد عبد الحفيز هو واحد من أصحاب الخبرات الكبيرة في هذا المجال لأنه هو الذي قاد للأستوديو التحليلي عند بداية القناة في 6 أغسطس عام 2008 كانت نساعد الحفيز معه مجموعة من كبار المحللين يمثلون كل أجيال الكرة في النادي الأهلي أسماء لها وزنها ولها قيمتها ولها جمهورها الكبير أيضا بنقدم توك شو المسائي الأهلي الليلة وهو برنامج كبير بيمتد ثلاث ساعات بدءا من يوم السبت حتى يوم الخميس وإن شاء الله هو موعد انطلاقه هو الخامس من أغسطس القادم بيبدأ قبل السود التحليلي إن السود التحليلي الخاص بالقناة سيبدأ بعد نهاية المباريات ولكنه سيكون إضافة جديدة في السود التحليلية من خلال الإطار والفرمات التي سيقدم من خلالها البرنامج برنامج الأهلي الليلة بيتناوب عليه مجموعة من المزعين مع ظهور وجوه بتؤدي دور المقدم البرامج يمكن للمرة الأولى بشكل كامل وبشكل حقيقي من أبناء القناة طبعا ثم العودة التي انتظرها الجمهور الإعلامي محمد الليثي في برنامج كلام في الميديا هذه هي المرحلة الأولى اللي احنا بنعتبرها مجرد بداية حتى نبدأ الإبحار بالسفينة في الفترة القادمة بعد هذه البرامج بجانب طبعا البرنامج الصباحي سنبدأ في المرحلة الثانية والثالثة حتى نهاية شهر ديسمبر ليهل علينا العام الجديد في الأول من يناير والقناة قد باتت جديدة تماما إضافة بوجوه جديدة برامج الإعلاميين ونجوم كبار من نجوم كرة القدم في النادي الأهلي البرامج المتنوعة سواء فيما يخص قطاع النشئين الذي سيلقى اهتماما كبيرا في الفترة القادمة أو برامج الألعاب الأخرى أو برامج أفريقيا أو حتى مصابقة كبيرة لاكتشاف المواهب في عالم التعليق وهي المرة الأولى التي يقدم فيها برنامج من هذه النوعية هذه مجرد خطوط عريضة لبرامج المرحلة الثانية والثالثة إنما هناك أيضا مجموعة سيتم الاستقرار عليها في المسميات ولكن أهدفها محددة ومضمنها محدد أيضا برامج ستقدم في مجموعها سواء كانت على انتداد المرحلة الأولى أو المراحل التالية كل ما يحلم به جمهور الأهلي لتكون هذه القناة عند حسن ظن هذا الجمهور الكبير العظيم الذي ينتظر من القناة الكثير وهي أيضا ستقدم له هذا الكثير جمهور عظيم لنادي عظيم يستحق قناة عظيمة هي قناة الناد الأهلي